مهم جدا ان انت تعمل تست للأبليكيشن بتاعك على التليفون او للويب سايت على الكمبيوتر فبما اني اعمل تست للأبليكيشن على التليفون ازاي تست للأبليكيشن على التليفون وكال بساطة تنزل برنامج ادوبي اكس دي من على الاب ستور او من على جوجل بلاي وتبتدي ان انت تخش على الابليكيشن وتشوف ايه اللي موجود في الابليكيشن انا هعمل شير السكريين بتاع التليفون عندي للابليكيشن ونشوف ايه اللي ممكن نشوفه هنخش على ادوبي اكس دي بالشكل ده ولقيت ان هو بيقولي باشبك التليفون في الجهاز فانا اولدي شبك التليفون في الجهاز وعندي الايكون اللي تحت جات الامفروض ان هي بتعملي شير للدوكيمنت اللي انا شغال عليها فانا المفروض ان انا مشغال على الدوكيمنت دي فهروح اقف على البيج دي مثلا وهارجع تاني للتليفون لقيت ان هوا جابي الارت بورد كلها على التليفون فبتدي ان انا اشوف الايكون شغالة الشغالة شغالة بتودي على الدستيناس بتاعتها فقليني مصلا ادوس على النيو كور لقيت ودني على النيو كور بالشكل ده ابتدي اشوف البيتون دي دي ما شبكتش لان يمكن مخدناهش مخدناهش بتاع ده كوبي فقليني ارجع مثلا الهوم بيج بالشكل ده واقول له مثلا وديني على البروفيل لقيت ودني على البروفيل والايكون بتاعت البروفيل في الستيت بتاعت التوضل دي حاجة كويسة طيب اوكي هدوس هنا على النيو رجعني تاني للمنيو بيج دي خطوة مهمة جدا ان انت تعمل تست للأبليكيشن يمكن احنا عملنا تست متأخر شوية في اخر الكورس انا حبيت ان انا اعمل تست في اخر الكورس لكن يعني انا انصح ان انت تكون دايما بقاعد عمال بتعمل تست يعني كل ما تمشي مثلا اربع خمس صفحات تبتدي تشبك التليفون وتعمل تست تشوف الدنيا ماشية معاك ازاي الايكونز موجودة في مكانها ظهرة كويس مش ظهرة كويس الكليكابل اريا بتاعتها مناسبة ليك مش مناسبة البوتن كبير صغير شكله حلو شكله وحش مش عارف ايه الكلام ده كله علشان بس ايه ما تشتغلش تشتغل 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 سيبوا لي في التعليقات اي مشاكل ممكن تكون وجهتكم خلال الكورس اي تطويرات حابين اللي احنا ممكن نتنايش فيها نطورها خلال الفترة اللي جاية واخر حاجة قدر اقولها الحمد لله رب العالمين فاطر السماوات والارض انت وليه في الدنيا والاخرة توفني مسلما وحبني بالصالحين شكرا ليكم والسلام عليكم